السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن موضوع من المبادرة الشقيقة وهو بيم ماتيرت ماتريكس او ندج مصفوفة ندج ونمزاجة معلومات البناء. المصود من الكلام كله ازاي اقدر اقايم الافراد والاشخاص والمنظمات وفرق المشاريع. طيب الموضوع ده كله تبع حاجة اسمها بيم اكسلنس ده منهج قايم على البحوث لتقييم وتحسين اداء الافراد والمنظمات وفرق المشاريع. المنظمة او المبادرة ديت اللي هي بيم اكسلنس بتنظم كل الانشطة البحثية في اطار معرفي بيتم تطويره من خلال شبكة البحث الدولية. تمام? اللي هي research network. طيب المبادرة ديت هاتفة للربح ولا غير هاتفة للربح? لا هي غير هاتفة للربح. not for profit support. طيب من خلال ايه? او بتدعم خلال المنح البحثية والمساهمات العينية ورعاية المؤسسات والشركات. وتقدر تعمل ال contact us تتواصل هنا مع دكتور بلال سكر. هو اللي مؤسس البيم اكسلنس هو اللي عامل بيم ماتيورتي ماتريكس. وتم ترجمة البيم ماتيورتي ماتريكس وتنشط في بيم ارابيا وترجمتها المهندسة سونيا سليم من سوريا. طيب هندخل بقى في بيم ماتيورتي ماتريكس. تمام? اللي هي مصفوفة نوت جرامزاجة معلومات البناء. هي اداية معرفية بتاها دي في التعريف. نوت جرامزاجة معلومات البناء الحالي. لفريق او منظمة. يعني الاصد ان في حاجات هتبص عليها. وتصوف المنظمة وسط تليفين. تمام? هل المنظمة يعني اي حد بتكلامه بتقول لك لا داحنا البيم عندنا وصل للمهبل سري. بينامى معلمية مفيش اي حد في العامل بقول له وصل للمهبل سري. لا داحنا وصلنا للليفل فايف. عامل زي اللي تكلمه يقول لك ده أنا حافظ تنقصني من القرآن يعني لا في حاجات نقدر نقيس بها تمام فهو هنا دكتور بيل سكر حاطت بعض النقاط انت بتبص عليها ده هنا مثلا بنتكلم على اللاجهزة اللاجهزة بتهنك ولا ما تهنكش بتهنك خلاص يبقى انا هحط علام اعرف انا وصلت الفين بحيس ان انا اقدر اطور نفسي تمام في محورين عشان ندخل في القصة ديت اللي هو مجموعة قدرات نمزجة معلومة البناء ومقشر ندخ نمزجة معلومة البناء تمام؟ لازم نفهم المفهوم الدول هم الشرح قبل كتب فيديو دكتور بيل شرحهم و هتلاقي برضو شرح بالعربي هحط الرواب بتاعهم اسفل الفيديو قدرة نمزجة معلومة البناء بتشير للحد الادنى من امكانيات موظمة او فريق لانها تقدم حاجة نقدر نقيسها مخراجات قابلة للكياسة بتتقاس عبر الشكل دوت تمام؟ يعني انا بابدأ اشوف احنا وصلنا الفين بري بيم ده قبل ما نبدأ بيم خالص ما عندناش اي قاعدة ما فيش احي خالص فيه object based modeling يعني مفتمين بالنمزجة وبعد كده بقينا فيه هنا فيه هنا integration تمام؟ فيه بعد كده بوست بيم خلاص احنا عدينا بقى تمام؟ بانتقاس من خلال ان انا شوف التكنولوجي والبرسيس والبوليسي اللي موجودين في المنظمة فممكن لدينا نفسي مثلا ان انا هنا بري بيم مفيش مشكلة بس عرفت ان انا فين بدلا ما افتكر ان انا سوبر هيرو وانا ما عنديش اصلا حاجة في بيم انا مجارة بس اشتريت اجهزة واشتريت واجبت ناس بس فعلا مفيش بيم فلازم اعرف المشكلة فين وابدأ احلها طيب فيه مصطلح تاني اللي هو نضج معلومات البناء ده بيشير للتحسن التدريجي والمستمر في الجودة والتكرار وقدرة على التنبؤ ضمن قدرة نمزجة معلومات البناء المتاحة ده خمس مستويات بنبدأ ان نشوف احنا موجودين في ان مستوى فيهم هل احنا ما عندلاش اي معلومات في البيم ولا عندنا معلومات ولا بلندير ولا عندنا انتجريتد ولا احنا خلاص ستجد هتلاقي الفيديوهات وهتلاقي الشرح موجودين بالتفصيل ازاي تستخدم الوثيقة ديت الوثيقة هتلاقيها اسفل الفيديو عربي وانجليزي ولو فيه اي مشاكل كلمني ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي سهل في بعض النصائح اساس ان انت تستفيد بالموصفة دي اول حاجة لازم يكون في شخص محدد هو اللي بيكود جهود التقييم شخص يكون عنده معرفة بادوات نمزجة معلومات البناء شغل مصففة دي قبل كده فهم البرتوكولات فهم الورك فلو عارف النظم المنظمة والثقافة بتاعتها الحاجة التانية ان احنا نعمله كنشاطك الجماعي يعني مش واحد بس اللي عملها لابا فيه ورش عمل مثلا من ثلاث افراد ثمان اشخاص اكثر من كده مختلف التخصصات فيه اعدامية ممكن يكون واحد فيهم لسه جديد واحد خبرة في الشركة يعني مش لازم كلهم يكونوا جداد ولا كلهم يكونوا خبرة كبيرة لازم يكون فيه تنوع لان ممكن يكونوا كلهم قدام فمعندهمش خلاصهم يعني موافقين على النظام ده وتشوفينه ده حسن حاجة ممكن واحد يجي مبرا يقول له انا ليه وجهة نظرة تانية فيحصل منقشة تمام نخصص تقريبا في حدود ساعة او ساعة ونص احنا تقريبا خدنا ساعة في اول مرة عملنا التقييم دوت وعشان نعمل تقييم ذاتي ونناقش الموضوع ونناقش ازاي نحلها والحاجات دي كلها هنمسك مجموعة مجموعة مثلا البرمجيات او او الهاردوير ونقدر نرى الصف كله من اول اخره يعني ممكن تشوف انت او انت موجود في الرقم واحد لا رام كلهم بحيس ان انت تشوف افضل مستوى لك تمام هو متقسمة لدرجات من 10 الاربعين ممكن تكون انت شايف ان انت في بعض النقاط صح وفي الخلية اللي جنبيها ممكن تاخد حاجة تانية يعني هي الخلية فيها كذا نقطة فممكن تشايف انت او عايزة النقطة دي وعايزة النقطة دي وفي نقطة تانية فانت ممكن تستخدم الالوان يعني فيه لون مثلا احمر مثلا ده انت شايف ان انت شايف ان ده انطبق معاك مهيف المية شايف لون مثلا اصفر نص نص لون رماضي ان انت مش متحقق خالص فتقدر تعمل تلوين بحيس تعرف الكلام ده انطبق على الشركة بتاعتك بمقدارة ده تمام وخليك صادق مع نفسك لان انت متعودش بقى ايه احنا عايزين نقول لصحب الشركة ان احنا مية في المية لا خليك صادق بحيس ان انت تستطور نفسك وتعرف المشكلة اللي عندك متعودش تجمع الارقام في الاخر لا انت شوف كل حاجة الوحديها عساس ان التجميع نفسه ممكن بقى باش دقيقة اعمل الموضوع ده كل ست شهور او كل سنة بحيس ان انت تقدر تقايب نفسك هل انت بتطور ولا بتقل ولا في مشكلة طب لو انا بقل بقل لي ليه